شوف هو تصوير الأمر على أنه النادي الأهلي طلب وحصرها في دا طلب الأهلي هو زي ما تجانا قال الطلب كان لكل الأندية هو اللي حصل أنه في الاجتماع للربطة عملته عشان يقنعه الأندية بالنظام الاستثنائي للدوري كان الكابت الخطيب حاضر وكابت الحسين لبيب ورأسه كل الأندية وساعتها الكابت الخطيب قال له أستاذ جمال علام أخبار التحكيم إيه قال له هنجيب رئيس لجنة حكام أجنبي حصل وأعلن دا على لسان الأستاذ جمال علام حصل فدي الحلقة الأولى من الموضوع إيه اللي حصل بعدها كابتن جمال الغندور عمل استغاثات أنه إحنا أولى وإحنا أحق وإنه 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 فالدكتور أشرف صبحي جاب الأستاذ جمال علام وجاب الكابتن جمال الغندور واتفى معاهم أنه لا نجيب خبير مصر واستقبل بعدها لو تتذكر كابت محمد فاروق وكان استقباله الفاروق معناها دعم ليه باشا فالأستاذ جمال علام نسي التزامه مع رأساء لندي ومشي معاه في سكة نوفر الدولارات رغم أنه في نفس الأسبوع وزارة الشباب والرياضة بإدارة الكرة إدارة الدوري خد بالك أنه يستقبل رئيس الاتحاد وخبير تحكيم زي كابتن جمال الغندور ممكن تبلعها شوية لكن يستقبل رئيس لجنة الحكام دي مشكلة تانية وخد بالك فإحنا بنتكلم واستقبال مكالي لأنه في نفس الأسبوع اللي استكتروا على رئيس لجنة حكام أجنبي أيا كان هو مين إنك هتدي له 15-16 ألف دولار نفس الأسبوع جددوا المكالي بـ 80-90 ألف دولار بعد ما كان بياخد 50 ماشي فأنت يعني وإحنا بنوفر ولا بنبغدد بقى دي الحلقة التانية للي سببها تراجعوا على موضوع الحكم الأجنبي أو الخبير الأجنبي جات المشكلة التالتة في موضوع محمد عادل إبراهيم نور الدين قبل بداية الدورة بـ 48 ساعة أعلن استقالته حصر وكاتب تويتة عنيفة أساس جمال علام جابه وجاب عزب حجاج دكتور عزب وجاب الكابتن محمد فاروق وعايزين نلم الدور إبراهيم اشتكى أنه مش واخد حقه في التعينات وكابتن حمد يقول لك وتجانة أنه أخطر حاجة في التحكيم التعينات تعينات عايز تخلص مباراة يمين ولا شمال ودي لها الحكم اللي أنت شايف عايز تنجح مباراة ودي لها الحكم اللي أنت عايز عارف الشيطان مش يسكم في التفاصيل يسكم في التعيين أيوة أيوة فبقت المشكلة فين؟ أستاذ جمال علام قال للتلاتة خلصوا موضوع التعينات مع بعض أنتو التلاتة تتفقوا على التعيينة أيش جت أخطر مشكلة في بداية الدورة المباراة اللي أنت بتتكلم عليها بتاعت محمد عادل محمد عادل آخر واحد يدير المطش ده مطش الزماني ليه؟ أولا هو أدر نفس المباراة السيزون اللي فات ولما يبقى عندك حكم أدر نفس المباراة وحصل لغط لأسباب نفسية لازم أن تبعدوا عنها دي فلسفة التعينات ماشي يعني بلاش يبقى فيه رواسب يدخل بها الحكم على مطش ما غيره كتير رقم اتنين محمد عادل على كفاءته هو رجل محترم أن ما أنت عملت له عشرين مشكلة مع بعض أول حاجة جيت في القائمة الدولية رح تشايله ولو لأنه راح ساعة قبل ما يعتمد على السيزون راح للتحاد وحصلت خناءة ودوشة دخلوا وسجلوه وبقهم تمانية بدل سبعة والله أعلم في ديسمبر مين هيبقى منهم برة فأنت اختصمته في القائمة الدولية رقم اتنين جيت تختار الحكام اللي رحوا أبو ظبي للسوبر ما خدتهوش اي فبقت فيه مشكلة بين محمد عادل ومجموعة مع هكابتن أبريم نور الدين ومشكلة معلوماتها وتفاصيلها طالع على السطح يعني مش خافية مظبوط رح تمكمل عليه المعسكر بتاع الحكام بتاع أبو إير خدت الحكام الدوليين ومخدتوش هو هزعل جدا رح تجاي تعالى في المرحلة التانية فقال لك أنا مش صغير انت خدت الحكام الدوليين في المعسكر الأول انت سبتني ليه ايه اذا الراجل عنده تلات اربع خمس مشاكل وورا بعض يخلوه في وضع نفسي مايلعبش المطشد اللي هو لعب السنة اللي فاتت وحصلت عليها مشاكل فجأة كابتن محمد فاروق ومعلوم المشكلة اللي بينه بين كابتن إبراهيم نور الدين ومعلوم المشكلة اللي بين إبراهيم ومحمد عادل ماشي بقى فيه صرارة عند الكابتن فاروق انه يعين محمد عادل دخلنا في العد انا مش عايزة كنتمش اه انا عايزة كنتمش فدخلت انت محمد عادل للمباراة وهو مرتبك